نتكلم على 28 يناير 2011 لأن التذكرة مهمة ولازم حضراتكم تعرفوا حصل ايه في اليوم ده بننسى صح مش متابعين نسينا فاكرين اللجان الشعبية هورها لكم فاكرين السرقات من اول كارفور اللي مش عارف اسكندريل القاهرة اللي اركيديا فاكرين فاكرين حرايق اقسام الشرطة والمحاكم والهتفات والله اكبر فاكرين اقتحمات الحدود واقتحمات السجون وتهريب الخاونة والجواسيس والمجرمين فاكرين احاول اورها لكم فاكرين الاعلام فاكرين الاعلام كان يوم 28 التحول الحقيقي للاعلاميين في بلده كلهم بالكامل لا تستسني ولا واحد منهم اللي كانوا موجودين على الساحة في ذلك الوقت حصل تخريب حصل ارهاب في البلد اعتبارا من الساعة ستة مساء او اربعة ونص خمسة مساء يوم 28 يناير بدأت الحراية حرق مدرعات الشرطة اللي في التحرير وحاولين التحرير وفي كل حتة بدأوا من 7-18 بالليل في توقيت واحد توقيت واحد حرق اقسام الشرطة في كل مكان مجموعات منظمة بأسلحة آلية بتضرب وتقتل وتولع وتسرق بدأوا يحرقوا في المحلات التجارية والمولات الكبيرة بدأوا يقتحموا ويقتلوا الناس حالة رعب وفزع عشناها كلنا في ذلك الوقت وطلع لأعلام ما في واحد طلع قال لك تخريب حرايق إرهاب إيه اللي بيحصل يا جماعة ده ولا واحد كان عنده ضمير وطني أعني الوطني مش إنه بيحب البلد ولا إنه يكشف الحقيقة إنه يكشف للرأي العام الحقيقة في اليوم ده اليوم ده كان يوم كاشف للدنيا كلها إنه ناس نزلت 25 وروحوا بالليل خلاص مشوا ساعة 12 واحدة مشوا خلاص 26-27 فيش حاجة 28 الإخوان تجيب الناس من كل المحافظات بإيتبسات من كل المحافظات على المساجد الكبرى في القاهرة حشت بإيتبسات عند الأهرام الإيتبسات وقفة قدام محكمة الجلاء لحد رمسيس وميكروبوسات وغيرها وغيرها صلوا في مسجد الفتح وخرجوا من مسجد الفتح اشتبكوا مع الشرطة راحوا مولعين في اسم الأسبكية نزلوا على ميدان التحرير متوسيكلات تاخدوا وتنقل تاخدوا وتنقل أنا بقول لكم بعنينا شايفين الكلام ده بعنينا أعداد كبيرة